اختتمت في الأرض المقدسة دورة لتأهيل معلمي التعليم المسيحي بمشاركة 28 معلما ومعلمة وقد أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي في كنيسة جامعة بيت لحم ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطرياركي للاتين شارك في القداس عدد من الأباء الكهنة ومدير مكتب التعليم المسيحي الأبريمون حداد بحضور الوكيل العام للبطرياركية سامي اليوسف وأهالي الخريجين وأقاربهم وفي عدته قال المطران الشوملي كل واحد منكم مرب ديني ومرافق في حياة الإيمان لطلابه حاثا إياهم أن يكونوا قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة تهدف هذه الدورة الممولة من قبل البطرياركية اللاتينية إلى رفع كفاءة معلمي التربية المسيحية في مدارس فلسطين وإتاحة الفرصة لأبناء الرعاية بالحصول على شهادة الدبلوم في التعليم المسيحي